اعلن وزير الاسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر متوسط نسب الانجاز بمدينة خليفة التي بلغت حوالي 93% بالاعمال الانشائية و65% بالاعمال للبنية التحتية لـ 1115 وحدات سكنية تنفذ في الوقت الراهن جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الى المشروع للوقوف على نسب الانجاز بالمشروع واضاف ان مشروع مدينة خليفة ينفذ على عدة مراحل حيث بلغت نسب الانجاز بالمرحلة الاولى نسبا متقدمة للغاية تتراوح ما بين 40% الى 40% الى 100% وتعكف الوزارة في الوقت الراهن على تنفيذ التصاميم التفصيلية الخاصة بالمراحل الاخرى بعد ان تم مؤخرا طرح مناقصة تصميم المراحل المستقبلية مشيرا الى ان المدينة سوف تستوعب بعد اكتمالها 54000 نسمة بتوفيرها من يقارب 6000 وحدة سكنية واكد وزير الاسكان ان تقدم نسب الانجاز في هذه المدينة يعد نتاجا للرعاية الملكية السامية للملف الاسكاني بشكل عام ومشروع مدينة خليفة بشكل خاص منوها الى الزيارة الملكية الميمونة الى المحافظة الجنوبية واطلاق مسمى مدينة خليفة على المشروع الاسكاني بالمدينة كما اشار الوزير الى المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لهذا المشروع باعتباره احد روافد خطة تنفيذ 25000 وحدة سكنية مدرجة في برنامج عمل الحكومة فضلا عن اوامر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع وحدات المرحلة الاولى للمشروع ضمن برنامج التوزيع التي امر بها سموه مؤكدا حرص الوزارة على مواصلة الجهود لتنفيذ كافة التزاماتها في المدينة ومدن البحرين الجديدة الاخرى تأتي هذه الزيارة لمدينة خليفة للاطلاع على سير العمل ونسب الانجاز استعدادا لتوزيع المراحل المستقبلية من هذه المدينة منذ ثلاث اسابيع تقريبا شرعت وزارة الاسكان في توزيع المرحلة الاولى من مدينة خليفة وهنا نحن اليوم ان شاء الله نعمل الاستعداد للمراحل القادمة طبعا وزارة الاسكان لحد الان تعمل بكامل طاقتها لاستكمال توزيع الخمس آلاف وحدة سكنية اللي امر فيها سموه للعهد طبعا احنا حارصين على متابعة استكمال كل الخدمات والمرافق في هذه المدينة وجميع المشاريع اللي تندرج ضمن مشاريع وزارة الاسكان لاستفاء 25 الف وحدة سكنية اللي تم الاتفاق عليها في برنامج عمل حكومة